بسم الله الرحمن الرحيم السورة اللي قدامنا دي من من دكتور بيلار سكر هنبدأ نفرق بين حاجات قريبة من بعض بس في فرق بينهم عندنا دلوقتي خمس حاجات اللي هي البيانات وهي دي اللي هي الدياتا والمعلومات information والمعرفة knowledge والفهم understanding والحكمة والزدام البيانات هي دي المعلومة الخام او الملحوظة البسيطة خالص اللي احنا ممكن ناخد بالنا منها نلاحظها المعلومات هي البيانات متربطة مع بيانات اخرى بحيث انها بتديني حاجة نستفاد منها المعرفة اللي هي knowledge اللي هي الهدف من المعلومة التعبير عن النظام التعبير عن الشيء اللي تقدر تقولها وتقدر تستغله وتستفاد منه الفهم اعمالية الانتقال والشرح لزواهرة معينة دلنا السياق الفهم اللي هي تقدر تشوفه وتقوله وتعلمه الحكمة ده السلوك القائم على فهم الظواهر عبر المجالات غير متجنسة رؤية وقاوله وفعله والتعليم عبر التخصصات والسياقات ده الفرق بين الخمس حاجات دول لازم نفرق بينهم ان البيانات دي حاجة خم المعلومات دي رابط المواد الخم ببعض المعرفة الهدف من المعلومة الفهم انه تقدر تستوعب وتقدر تعلم الحكمة السلوك نفسه اللي استفادة من الحاجات ديت واربط بينها فالموديل بيتعامل مع البيانات والمعلومات فقط البيانات بيبقى فيه راود بينها عشان نتنقل للمعلومات المعلومات عشان تتنقل لمعرفة لازم يبقى فيه قوانين وفيه وقلاء المعرفة عشان ندخل على الحاجة التانية اللي هي الفهم لازم فيه سياق الفهم عشان يتحول لحكمة لازم يبقى فيه واحدة عبر المجالات طيب الاشكال اللي موجود ديت اللون بيعرفنا قطاع صناعة او مجال معرفة يعني مثلا اللون اللي اخضر بيتكلم عن السلوطات والهيئات التنظيمية اللون تقريبا لا صفر ما بفهمش في العلون قوي ده التصميم المعماري اللون اللازرق الهندسة والتحليل اللون اللي تحتيه دوت تقريبا بيج مسح الكمي اللي تحتيه رمادي تقريبا ادارة المرافق الاشكال نفسها بتدل على النوع البيانات يعني مثلا الشكل اللي هو الخماس ده بيانات التصميم شكل مربع بيانات ربعية الابعاد الشكل المثلس ده بتكلم عن بيانات التكلفة الشكل اللي هو مستطيل التزام بالقوانين الشكل الدائري بيانات السيانة الشكل هو المستطيل بس وقت زاو سعين بيانات الاداء وهكذا ده ده مجرد ايه امثلة على النمازيك ده ده عشان نعرف البيانات والمعلومات والمعرفة والفهم والحكمة اللهم اننا نسألكو الحكمة